بصراحة يعني أنا ما أتكلم عن توافقات سياسية أنا أتكلم عن قانون من الناحية الفنية هل يمكن تنفيذ هذا القانون على أرض الواقع؟ أنا بقناعتي لا إذا تريد انتخابات أفضل من السابقة هذا ما يصلح ستكون مآلة الانتخابات 2018 أفضل من هذا النتائج به تكون ليش؟ ستسأل ليش؟ القانون أولا يعني كل التغيير والإصلاح اللي يريدون سواء المتظاهرين الشارع العراقي الناخب العراقي يريدون إصلاح يريدون قانون فيه شيء من العدالة يريدون قانون فيه شفافية معايير دولية اليوم تغير فقرة رئيسية بترسيم الدوائر لكن أنا ما شفت مقترح لترسيم الدوائر هو مكتمل حتى الأمم المتحدة تعطي مقترح 80 دائر العراق طيب وزعيهم أعطي المقترح متكامل أكو بعض أحزاب يمكن قدمت مقترحة هو المشكلة أنه العمل بالخفاء أكبر مشكلة بالعراق أعتبرها هو الفجوة الكبيرة بين كل شركاء العملية السياسية المفروض اليوم أكو لجنة من مجلس النواب موقع أنا عندي ملاحظات أكثر من 30 صفحة وين من تبعثها؟ غير أكو موقع ليش أنا عراقي أبعثها الغير دولة يقبلوها وليش ما تقدر توصل رؤيتك بالعراق؟ أريد ترسيم الدوائر أكو معايير دولية لترسيم الدوائر أسا سعد شنو مشكلتك مع تعدد الدوائر؟ نعم يعني عندك مشكلة مع أصل الفكرة لو عندك مشكلة مع آلية تقسيم الدوائر ما بين المدن في المحافظة الواحدة لا ما عندي مشكلة بترسيم الدوائر أكمل ضوابطها ومشي أكو معايير دولية أولا يعني راح ما أذكرها كلها طويلة يعني أتمنى لقاء يصير فقط عن ترسيم الدوائر رقاء آخر عن سجل الداخبين اللي يمخلي لك تشكل بعد الانتخابات لجنة من نواب المحافظة وكوشكالات كثيرة وهذه النواب الفائزين بعد سنة ما يأخذون صلاحياتهم إلا بعد تطلع نتائج هذه اللجنة سجل العدو الفرز يخلي لك بأجهزة تصرف عليها مليارات وبعدين يحط لك فقرة رجعني على موضوع الدوائر معذرة أستاذ سعد شنو مشكلتك مع تعدد الدوائر وين الخلل بيها الآن الخلل فيها أريد حصاء سكاني دقيق أي حصاء أي داتا بيس اليوم أنت تريد سجل ناخبين صح؟ سجل ناخبين دقيق لكل دائرة وتزويع وتوزيع يسموه متماسل يعني اليوم أكو رؤية محافظة تقسمها ثلاثة ومحافظة عشرة ومحافظة اثنين ليه يشغر أو على مستوى الأغاق يعني لازم يصير توزيع متماسل التوزيع المتماثل يعتمد على قاعدة بيانات دقيقة موثوقة كل شركاء العملية السياسية يتقوم بيها اليوم أنت كثير من يطلب أنه التصويت يكون عن طريق البطاقة البيومترية هذا شيء جيد لكن هل كل الناخبين لديهم هذه البطاقة؟ يعني أعتقد أكثر من نصف الناخب حوالي 13 مليون ناخب لا يمتلك هذه البطاقة يعني أنت أكو أشكالات أنت ما يصير يعني هذا هو مو قانون تجي تعد تعد فقرة وصوت عليه ليش مصوتين عليه وتسعة الشهر مغيب ما يطلع لأن أكو أشكالات بيه صراحة إذا أحد سألك أنت الآن عندك مشكلة مع معايير تقسيم المحافظة الواحدة إلى الدوائر المتعددة فهل يعني الأفضل أن تلغى تلغى هذه التقسيمة وتعتبر دائرة واحدة لو أكو حل ممكن أن يكون وسط ما بين الحلين أستاذ العزيز دائما تطرح المشاكل والحلول بجزئيات يعني أنا جزء من هال واحد من ناخبي العراقيين عندي رؤية بس هذه الرؤية ما أفرضها أنا أريد نتحاور ممكن موقع مجلس النواب اللجنة القانونية تقبل آرائنا أنا عندي يعني فد خمس مواضيع عن هذا ترسيم الدوائر معايير ترسيم الدوائر القانون ما حدد لي منه الجهة المخولة قانونهم بترسيم الدوائر حدد القانون لا طيب حد ما حددها صارت شكاوي أكو جهة نروح نشتكي يمها لا ما حددها القانون طيب رحنا نشتكي يمها من المفوضية غير أكو سلطة قضائية بتبت بالموضوع هاي كلها ما نفصل أنا ما عندي شيء نفصل فلذلك أنا أعتبر تغارات الموجودة بهذا القانون إذا ما أقول استحالة فصعوبة إجراء انتخابات وإذا أجريت فهي أسوأ من نتائج الانتخابات الماضية هاي الخلاصة ليش أسوأ من الانتخابات ليش أسوأ ساعدني الانتخابات النتائج الانتخابات الماضية يعني الانتخابات السابقة اليوم أنت عند رح أضرب مثل بسيط مثل بسيط أنا يعني أتخوف منه اليوم بالقانون هذا من تقرى بأنه تعد وتفرز يدوي عفو وفق الأجهزة تسريع النتائج العدو الفرز نعم وخل فقرة بعدها ايه خل فقرة بعدها تأخذ محطة من كل مركز تعيدها يدويا وإذا أكو فرق خمسة بالمئة ترجع تعيد كل المحطات يعني أنت خليت طريقتين للحل للإعلان النتائج الكتروني ويدوي وإذا صار خطأ أو شكوى تروح على اليدوي خلها القانون طيب ليش أنا نسوي طرف هالمليارات ما يصير أخلي طريقتين وأرجع على اليدوي إذن أنت تشك بالأجهزة وكذلك ما عندك مصداقية دقيقة بالعدو الفرزي اليدوي المفروض هذا الموضوع يحسن أما أنا أثق تجي الشركاء العملية السياسية يتعاونون ونصير وسالساعد